السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي واحد الموضوع ليس لكم اليوم غادي تسمعوا اللي تتفاجئوا وكملوا معنا الفيديو تال الاخر وغنخلكم مع واحد المقطع دي لدو كلهوك تعالوا وتسمعوا اسنو تقولوا في السواريع الجزائرية على المغرب حكاس البارح المغرب اللي زابها في 86 لتعادل مع كرواتيا وهما ما كانوا ستيظنوا المغرب غايتعادل مع كرواتيا كانوا تيتسنو بس كرواتيا تعطي المغرب استغزروا باش ينوضوا عمروا اتاي ويسربوا علينا يأكلوا علينا الفقاس ويدوزوا بأتاي بس يهضروا على المغرب سعيتي الحمد لله ربي كبير معنا وعلاس على النية ديالنا ودكس اللي عدنا ربي تخلصنا كل واحد تخلصوا الله على حساب النية ديالو إخواني أخواتي ما تمشيوا سبعيد والفيديو غادي يكون قصير وغا نخليكم مع واحد المقطع لتسمعوا الإخوان ماشي الإخوان خاوة خاوة ماشي خاوة خاوة هي تتكون عدوة عدوة لقليتنا ناكن معاه ونحضي معاه على حكاس حنايا على النية ديالنا ولانهما ماشي على النية ديالهم وكانوا تتسنونها كما قلت لكم الإخوان وغادي نخليكم مع واحد الفيديو اللي غادي تفاجئوا وغادي تسمعوا كي نيبوا نيبوا كي مستوى عد الناس كناتا نقولوا الإخوان الجزائريين الناس الكلاسيكيين تهضروا هادروا أخرى حكاس فيهم الحقد تاع الكابرانات لفرنسا اللي حاكمهم زرعت فيهم واحد الفيروس زرعتوا فيهم ولاني خد السباب اللي هو قاري وتبارك الله اللي يجون ديالهم ما خدسهمش يكونوا بحل المستوى ديال الأولين ولاني تعالوا تشوفوا النيبوا والمستوى بس تهضروا هاد السباب تهضروا على المغرب اللي هي المغرب حسبية الله ونعم الوكيل واش تيطلبوا تيطلبوا واحد طالب الإخوان وبلما نزرح لكم تعالوا معايا وتشوفوا انتما يا السباب الجزائري أشنو تيطلب من قاطر ومن الأمير ديال قاطر نخليكم مع الفيديو بس ما نخرقوس لكم ومن البعض الفاصل تيطلبوا من أمير ديال قاطر يستقبل الرئيسة الصحراء الغربية باش نشوفوا في افتي تحكاس العالم باش نشوفوا اسكو هاد المغربة رح ينسحبوا ولا رحوا يقعدوا لاخد شفنا قبل الباريحة باللي كيستقبل رئيسة تونس رئيسة الصحراء الغربية راهم منسحبوا دو كنشوفوا اسكو هاد الخطراء ينسحبوا ولا لا 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 وإحنا رانا ندعمه في فلسطين ملاش ندعمه في اسرائيل وادا وكلامي نرمو الممفهوم كيما لابلكم كامل متكالفين اشلاكو في دو موند دو نورمال وإحنا لسارجيريا ندوموند من الأمير تحقاتر ينفيتي رئيس الصحراء الغربية كيما كامل الرؤساء الأخرين وهذا يشرفنا على عكس المغاربة اللي معجبوهمش الحال ديجانا نمتفوقين عليهم ديبلومانسيا بس ك رئيس تونس استقبل وفد الصحراء الغربية المغاربة ما أجبوهمش هاد الحال نطلب من سمو الأمير قطر أنه يعطي دعوة البوليزاريو كيما نقول لنا صحراء الغربية أنهم يحضروا في افتتاح تأكس العالم هما يعني فلسطينيين لأنه الصحراء الغربية كيما نقول لك رهي مستعمرة هذي قريبا 40 سنة ولا 45 سنة ويتحت أقول لي الإخوان أقول لي هذي الناس دخلناك بالله فين باغيني وصله واش ما عدهم سي صغل ما عدهم سي حاجة ما عدهم سي محتوى فين يبدلوا واحد شوية حاضين إلا الشعب المغربي دخلناكم بالله الإخوان تما حاسوا ستكونوا إخوان والله العادي تما والله إلى عادي والله إلى عادي ما عين ينفهموا على جزء ما عندكم القلوبة حاقدين تالها الدرجة إذا أنتم تتسنوا في البقيمة يقول وحد المثال في البقرة الطيح والحمد لله على النية دينا اللي غادين بها وإحنا يسع بتاعنا ولا الحكومة دينا ولا ملكنا غعشوا عداء والعالم معروف المغرب بالكرام الحمد لله الحمد لله المغرب معروف بالكرام وإحنا معمرنا نطيحه وبإبياد الله إنساء الله غادي نفوزوا وإنتما بذلك الحقد ذلك الكراهية اللي فيكم غادي تلقوا إنساء الله دائما لتحت صبات تعلم غالبة أنا نقول لكم هادي نخلي لكم ببيركم ترى السبب ديالكم لجون مستوى ضعيف نيبو طعيح لا يوجد نيبو تنطلبهم الأمير ديال القطار سيف الدعوة البطوس بس المغاربة ينساحبوا من قطار إذا المغاربة بحلق لكم فوق العنق ديالكم إذا المغاربة وحلو لكم هنا صاحبي وحلو لكم هنا ثم لا يوجد تنطلبهم مع المغاربة ثم لا يوجد وسمعتكم ما يتدار سربوا الدعوة صاحبي سربوا الدعوة واحد شوية ترازعوا مع النفس ديالكم واحد شوية وفوتوا عليكم السعب المغربين لا يصلح لكم السعب المغربين معه الله لماذا؟ لأنهم يخلصوا الله على النية وحلو لكم المغرب الحمد لله زلالة المالك محمد السادس نصره الله قدم لكم ميد المشاعدة سعيد فيكم العافية لم تجدوا أي دولة عيطوا على تدولة ما استاذبت لكم وقالها الرئيس عبد المزيد حسام قال لي عيطنا على إسبانيا ما استاذبس لنا على المغرب على فرانسا ما استاذبوس لكم خلاوكم تتكدير أما المغرب قدم لكم ميد المشاعدة حكاس المغرب هذا الشيء الذي لديه معكم ستوما لا لا في تقافته لا في ديبلوماسية دياله لا في كل شيء في سياجته أنتم من لحد الساعة لتتحضروا تطبيع إسرائيل مع فلسطين نعرفكم يا إخواني بلا فيكم كامل هذا الشيء على فلسطين وتتموت على فلسطين شيروا جاهدوا دخلوا جاهدوا في إسرائيل لذلك تتحضروا ثم معجنا من وراء الحياة تتحضروا تتحضروا قدامكم وتتحضروا من وراء الصور والتطبيع المغرب مع إسرائيل وأحلم مع فلسطين وقال هزر يا فلسطين ولا حدك الرأي وشير دخول أنت جاهد ونعرف راجل حياة من وراء الصور ونت مخزون وراء الصور ودخل على فلسطين وقال حكيت بكم ثلاث درجة ها زعم ما طلع نحن القاطر ما تسرطس لكم ما تسرطس لكم والله لا نعطي بوزور الكاميرون اللي حيث كم المدني الني معد كم ما اطلعوا الدير ثم القاطر والله لا ما عدي هذه الكاميرون في المت لقيت مع واحد نعطي بوزور اللي قسوكم وخلوكم سلاطر دير كم طيار الدير امارس فعلا ما عدكم تطيار لغاديكم طيار عدكم خاش رينا عروسيا ادار فيكم الله خير ما طلعتوس اما شوفوا زماهير المغربية شنو دير شوفوا الحمد لله البارح كمال الماتس والشعب وزمهور المغربي خلا بلاستون الحكومة قطار اللي من عط القرقوبي ديالكم ما يدخل ولكن عدكم شي توني تا المغرب ما خلوكم دخلو ثمن توني ما خلوهم ش دخلو اي توني ما خلو ش يدخل إلا كان توني مغربي ولا بس جزائري ما يدخل ونخلي الكفراص اللي تتقول انتم ما يتطلب من قطار الامير راه البويت ديال تيتفرز في المنتخب المغربي وهز الراية المغربية او هز الراية هز الراية المغربية الامير بويت الامير علاس حكاست يموت على المغرب ملو ما يهز الراية الجزائرية لفتطلب من التوم يطلب نبطوش يصيف تلي الدعوة بس غاد نقول لكم والله يلحش بي الله ونعمل ووكيل فيكم وعلي يا ربي مخليكم امحنت فين وغتبقى امحنت فين ساء الله خالدين في ابدا والصحراء مغربية حب من حب كاره من كاره ودائما صعب دائما الصحراء مغربية وعاس الملك محمد الساديس نصر الله وعاس الديبلوماسية المغربية دائما بيبة محمد الساديس بيبة الملك محمد بيبة الصحراء المغربية بيبة الدبلوماسية المغربية وبيبة السعب المغربي من قنزة القوارة لسوف هذا الفيديو والإخوان بارتاز بس نجدو نوصلوه بس يتشوفوا قاعدوا لهك يشوفوا هذا الفيديو عونوا بالبارتاز وباللايك بس يطلع هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انساء الله تل الحلقة سي حلقة انساء الله جديدة والله يحفظنا من هدلهك والله يحفظنا من هدلهك هدلهك جاورنا معهم حسبي الله نعم الوكيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة